قانون إطار 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي المادتين الخامسة عشر والسادسة عشر المادة الخامسة عشر تنتظم مكونات منظومة التربية والتكوين في شكل أطوار وأسلاك ومسالك دراسية ومسارات مهنية يجب أن تراعي في هيكلتها وتنظيمها وهندستها البجداغوجية مبادئ الإنسجام والتنسيق والتنوع والتكامل ومد الجصور فيما بينها واستدامة التعلم والاندماج المادة السادسة عشر تتخذ الدولة التدابير لازمة لإرساء نظام وطني مؤسساتي ومجالي مندمج يحقق التنسيق الأمثل بين مختلف الفاعلين في مجال البحث العلمي والتقني والابتكار ويضمن ترشيد الموارد وتقاسم الخبرات والرفع من الإنجازية والمرضودية ويتعين أن يراعي في تنظيم مؤسسات البحث العلمي والتقني ومهامها وبرامجها ومشاريعها مبادئ التكامل والتنسيق والإنتاجية وتعادد بنيات البحث وهياكله وترشيد وعقلنة استعمال موارد المالية والبشرية المرصودة لها وتطوير شراكات المنتجة في مجال البحث التطبيقي بين القطاعين العام والخاص ولهذا الغرض يحدث مص تنظيم مجلس وطني للبحث العلمي يناطبه تتبع استراتيجية البحث العلمي والتقني والابتكار وكذا التنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا المجال كما تواصل الدولة مجهوداتها في الرفع من الميزانية العامة لتشجيع البحث العلمي